اشتركوا في القناة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رؤيا ورؤيا الأنبياء حق ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعتمر فأخبر الصحابة في المدينة الرؤيا فتجهزوا ولبيسوا إحرامهم من الميقات وهو ذو الحليفة واختسلوا وأحرموا وساقوا معهم الهدي والهدي هو بهيمة الأنعام التي تهدى إلى الكعبة تذبح في الكعبة وتوزع على فقراء أهل مكة سمعت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فجهزوا أنفسهم للقتال وأرسلوا طليعة بقيادة خالد ابن الوليد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطليعة في الطريق فلم يرد القتال لأنه ما أتى للقتال بل أتى لكي يعتمر فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا وعرة من أجل أن يتجنب الاصطدامة والقتال مع خالد ابن الوليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى للقتال بل أتى لكي يعتمر فسلك الطريق التي تؤدي على الحديبية خالد ابن الوليد انتهز فرصة صلاة المسلمين لصلاة الظهر فأراد أن يغير عليهم فقال هم في الصلاة يكونون مشغولون بالصلاة فإذا حضرت صلاة العصر والصلاة التي بعدها هجمنا عليهم فكر بهذه الخطة فعندما حضرت صلاة العصر أراد أن يهجم عليهم ولكن الله أنزل صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم قد حملوا أسلحتهم معهم فتجنب النبي صلى الله عليه وسلم للصدامة مع خالد وعندما وصل الحديبية بركت ناقته القصوى فقال الصحابة حل حل أن ينهضي فلم تنهض فقالوا خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت أي ما تعبت وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفير والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فأرسل كفار قريش وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينظروا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما جاءهم رجل يقول يا أهل قريش يا أهل مكة والله رأيناهم بالإحرام ورأيناهم قد ساقوا الهدي والله ما جاءوا للقتال فخلوا بينهم وبين بيت الله يعتمروا ثم ينصرفوا فقالوا لا والله ماذا تقول عنا العرب أننا أخذنا ضغطه فأرسلوا أحدهم من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عروة ابن مسعود الثقفي جاء عروة من أجل أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فقال والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله لقد دخلت على الملوك وعلى الأمراء على قيصر وعلى كسراء وعلى النجاش ما رأيت تعظيما أشد تعظيما من تعظيمي أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول عروة ابن مسعود والله كانوا لا يحدون له النظر وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم وإذا تكلم النبي استمعوا له وأنصطوا هذا هو خلق الصحابة الاحترام والتعظيم لمقام النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم فقال خلوا بينهم وبين بيت الله قال والله لا نفعل ثم أرسلوا سهيل بن عمر فعندما أرسلوا سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم سهل الله لكم أمركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بالأسماء الحسنة ويعجبه الفأل وقبل مقدم سهيل تأخر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عثمان بن عفان تأخر في مكة وذهب لكي يقنع كفار قريش بأنهم ما أتوا إلا للعمرة فتأخر فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال تحت الشجرة فقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فجاء سهيل بعدما أطلقوا صراحة عثمان رضي الله عنه وأرضاه جاء ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبية فكان من البنود التي اتفق عليها الطرفان أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا يعتمر في هذه السنة يرجع ويأتي في العام القادم فيعتمر ويمكث في مكة ثلاثة أيام فقط ثم يغادر وكذلك من البنود أنه هناك صلح وعهد وهدنة مدتها عشر سنوات لا يكون فيها قتال ولا يكون فيها اعتدام من أحد الطرفين على الآخر وكذلك من بنود الصلح أنه من أراد من القبائل أن تدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك فدخلت خزاعة في حلف النبي ومن أراد من القبائل أن تدخل في حلف قريش فلها ذلك فدخلت بنو بكر وكذلك من البنود أنه من أتى من قريش مسلما فيرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ومن أتى من المسلمين إلى قريش كافرا فلا يرجعونه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل توقيع الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمر فجاء وقد كلل بالسلاسل فجاء رضي الله عنه وألقى نفسه أمام المسلمين فقال يا أيها المسلمون لا ترجعوني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل أجز لي هذا فقال لا هذا الصلح الذي بيني وبينك قال لم نوقع فقال إذن لا نوقع إن لم ترجعه فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تضايقوا وحزنوا لأنهم سيرجعون من غير عمره جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق فقال النبي بلى قال أليس على الباطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال لمن ارضى الدنيا في ديننا ندخل رغما عنهم ونعتمر رغما عنهم أبوا قاتلناهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه ثم ذهب إلى إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي فرد عليه أبو بكر مثل ما رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحلق والنحر فتأخروا فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم من تأخرهم دخل الخيمة وكانت معه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين فأشارت عليه بمشورة بأن يخرج فينحر ويحلق ولا يكلم أحدا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بمشورة أم سلمة فتسابق الصحابة رضي الله عنهم على الحلاق وعلى النحر رضي الله عنهم وأرضاهم هذا وصلى الله وسلم على نبينا اشتركوا في القناة